بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء اتعودنا خلاص يوم الاتنين ان احنا نتكلم عن يلا نبني نبني الانسان والنهاردة نتكلم عن حاجة شوية من المسكوت عنه حد سمع منكم عن نظرية الابواب المواربة ايه نظرية الابواب المواربة دي الابواب المواربة دي هي اللي في الكتابة الاحيين بتعمل مشكلات كتيرة تخلي الناس في البرد يبردوا ويحصل لهم امراض كتيرة جدا جدا الابواب المواربة في حياتنا بتعمل كده برضو انا ليه بتكلم النهاردة عن الابواب المواربة عشان فيه الناس كتيرة بيجوا يقولولي ويسألوني انا اعمل ايه لو ابني او بنتي مصاحبين فسألتهم يعني ايه مصاحبين فقالوا المصاحبين يعني عندهم حد من الجنس التاني يعني البنت عندها ولد او الاب عنده بنت بيروحوا ويجوا ويعملوا كل حاجة مع بعض وبالنسبة لهم هم اقرب الناس اليهم فالحكاية كلها ان ايه حكاية الصحبية دي حكاية الصحبية جات وابتدت مع الاولاد لما بتدت تتفكك روابط الروابط الاسرية وخاصة في منتصف القرن الماضي لما حصل في منتصف القرن الماضي وفي القرن الماضي كله بس بالتحديد بعد منتصف القرن الماضي بدأت تتفكك الروابط فلما تفككت الروابط حصلت حاجة غديبة قوي حصل ان كل الناس بقوا رايبين وان كل الناس ممكن يكون نشيل ما بيننا وبينهم الحدود مهما كانوا الناس دي فنعمل ايه؟ فنقترب خلي بالكم انه بتكلم عن الابواب المواربة النهاردة فيما تعلق بالصحبية انا مش داخل عليها من فكرة الاختلاط خالص عشان بس حد شيء يفهم المسألة بشكل مصحيح انا داخل عليها من ان احنا ازاي بنعلم ابواب اولادنا عدم الحسب وبنخلي اولادنا مستعدين دايما للوجع ومستعدين دايما للأذى واحنا مش داريين فالأولاد بيتربوا على انه عادي ان ما فيش حدود في التواصل ما بين الجنسين بعد ما كان ده ابن عم بلقى ده صاحبي وصاحبتي ما فيش بقى ابن عمي وابن خالتي خلاص من الناس ما بس يزوروش بعض وذلك ايه اللي حاصل الروابط تفكه الروابط دي بدأنا ننشئ روابط تانية روابط تنتمي الى فكرة النسبية الاختيار بيكون على اي اساس ان يبقى ده صاحبي ما فيش اساس اساس بس هو ان انا مرتاح في شروط في ضوابط لا وما ان الاساس اللي عندنا ان اي العلاقات كل ما العلاقات كانت مبنية على قيم كانت العلاقات المبنية على مسألة الاسرة مبنية على مسألة ماذا مسألة الشرف مسألة الكرامة مسألة العرض مسألة كذا كان الروابط فيها قيم دينا قيمة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتم مكارم الاخلاق لكن الصحبية بتبقى بناء على ايه احنا مرتاحين مع بعض او شبه بعض او ان في حد بيسمع التاني بنشوف بقى النتائج ده في جلسات الارشاد الزواجي ان الشاب داخل الجواز بيدي صاحبتي وهي دخل الجواز بان ده انتيمي فهم داخلين الجواز انت مش عارف ده فلان ده فلان فطبعا الزوج ما بيبقاش لما بيدخل بقى في الجواز هو عايز يبقى هو بطلها ففي جزء من البطولة بتاعته مخصومة لصالح الشخص ده اللي هو الصاحب وهي عايزة تبقى الفريدة في حياته فبيبقى في جزء من ده مخصوم لمين لصاحبته اللي هو بيكلمها فبقى في ناس عندهم ساكند لايب عندهم حياة تانية الحياة تانية دي نشأت مع الابواب المواربة ودهوة يخرج الناس شويتين تلاتة من قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لا انا شخص متزوج او انا شخص عارف الحدود فالصدق يقتضي ان يكون في حدود في التعامل مع الناس شيل الحدود ده بيدل على عدم الصدق واحنا عارفين انا بقول ايه فزي الحياة مع الصديق والحياة مع الصديقة فاي اللي حاصل فبيكمل الصديق والصديقة بواجبات اسرية كان المفروض يقوم بيها الزوج والزوجة زي الانس مثلا واجب الانس ان هما يكون ما بين الزوجين انس ده مفرد اساسي من مفردات واجعل بينكم مودة ورحمة وده مفرد اساسي من مفردات ماذا وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا اتشال فكرة من جزء من الاحسان ان انا اشارك ابويا وامي ان انا اشارك اخويا فبقيت بشارك مين صاحبتي بقيت بتشارك مين صاحبها فبقى فيه قصور في الواجبات الاسرية لان خلاص فيه حد تاني وانا بقول كل ما بيبقى فيه كيانات موازية في حياة الناس كل ما الحاجات دي انا اسف بتفسد الحياة وخلينا اقول لكم حاجة مهمة جدا انا حاسس بشكل او باخر ان فيه حالة من حالات الرضا الغير مبرر عندي بان يبقى فيه حد خارج الاسرة بيقوم بالواجبات اللي يجب عليه ان تقوم بها الام والاب والاخوات وواجب الدعم وواجب الحرص وواجب الاحتواء واحنا لازم نلتفت كلكم راعين وكلكم مسؤولين عن رعيتي والاخوات وتعاونوا على البر والتقوى الكلام ده في جوة البيت يبقى لازم نربى اولادنا على الانضباط في العلاقات لان عدم الانضباط في العلاقات يفضي الى الحرام اه يفضي الى الحرام بين الجنسين وبيحصل في الاطار بقى ده حاجات مؤذية زي التعلق حد يتعود على حد فمش قادر يحطه في اطاره الصحيح في حياته فبدأ مش قادر يعيش من غيره ولزاك الناس اوقات تفتح ابواب الشر على نفسها وها مش دريانة وبعدين لما يحصل الشر الناس تنزعج جدا جدا فعدم انضباط العلاقة يخليهم يتقاربوا والتقارب ده يدخلهم في الكلام عن الاسرار فينفع ان يبقى الصاحب عارف اسرار الصاحب وانخرجوا من فكرة من ستر مسلما وانت عارف اول واحد انت لازم تستره حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستراه الله يوم القيامة ومن فضح مسلما ومن تتبع عورة مسلم انت تتبع الله عورته فانت بتعمل كده ليه بتطلع اسرارك ليه اصله صاحبي باي معنى ولزيك اسوأ حاجة في العلاقات ان انت تشتري علاقة باسرار فيحصل ايه يحصل تعلق ثم بعض التعلق ده لما نتضر نغير طبيعة العلاقة يحصل الوجع ولما ينزعج الزوج او ينزعج الزوجة او ينزعج الام او ينزعج الاب او ينزعج الاخ نقولوا انت مش عارف ده مين ده فلان وتتحول العلاقات الى علاقات سامة وتبقى العلاقات المسمومة دي علاقات كترت في وقتنا ده علاقات المسمومة دي لما بيحصل تقارب بتحصل تعلقات والدعاء انه وفي حد شاور حد وحد قرب من حد وحد مش فهمه مثلا الناس موجودين مع بعض وبيتكلموا مع بعض بغير حدود فواحد كلمة او عبارة تعلقوا بحد تاني فيفضل يعمل كده فيدمن المسألة دي يدمن التعلق ده فبعد ما يدمن المسألة دي يقول انا متدايق متدايق من ايه متدايق ان فلان مش موجود معايا اصلاحنا بنخرج مع بعض كل يوم طيب بنخرج مع بعض كل يوم ايه النتيجة الادمان والتعود يبقى لازم نربي اولادنا انهم ياخدوا بالهم من نفسهم ومن قلبهم ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان في الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله الا وهي القلب ولذلك انت لا تفتح على نفسك باب تعلق لو اطعت اي وجعك ثم بعد ذلك تقول انها بتوجع ليه فبلاش علاقات بلا ضوابط لازم لرب اولادنا على ان جزء من الحفاظ عن نفسهم وصيانة علاقتهم بالاقراء بالاقرباء والزملاء في الدراسة او العمل هو انضباط العلاقة تبقى العلاقة مرتبطة بقيمة ما تبقاش العلاقة مرتبطة بان انا محتاج لفلان عشان يسمعني على طول على طول على طول على طول فيبقى فلان ده اقرب يبقى فلان تحس الاهل كده ان فلان ده هو اللي بيدير العلاقة بينهم حتى وبين اهلهم وده خطر ده مفسدة للعلاقات انا بقول للاهل ما تتنزلوش عن واجباتكم مع اولادكم الاب ما يتنزلش عن واجبه ان هو يسمع اولاده ويسيبه لصحبته ويتصور ان هو كده بيعلم الولد ازاي يقدر يتعامل مع العالم المفتوح لحظه بكرر انا مش بتكلم في قضية الاختلاط انا بتكلم في قضية تانية قضية التخلي عن الادوار فوجود الصاحب والصاحبة في الحياة بيقل بيعمل مؤشر خطر ان الناس تنزلت عن ادوارها في البيت الامر التاني ان احنا تنزلنا على ان احنا نخلي اولادنا عندهم انضباط في العلاقات فنحن نعرضهم للعلاقات المسمومة بشكل واضح الباب الموارب اكيد عيجيب ممكن يجيب هوا وسم يخلي الاسف يجي له نزلة برد وبعد نزلة برد يجي له التهاب رئوي فيه التهاب قلبي فيه قلوب ملتهبة ولزيك لازم نعلم اولادنا ادارة التواصل في الواقع وفيه وكمان خلال السوشيال ميديا وده مهم جدا لان في بعض الاحيان الناس ويبتتعامل مع السوشيال ميديا بيكون اكتر رياحية فيه اللي يحصل فيحصل له يقول ما نجرب التعلق فيحصل لهم التعلق وقد يحصل التعلق ويحصل بعد كده ان حد يتعرض للابتزاز لازم نعلم اولادنا قيمة الكلمة محدش يقول كلمة ويتصور ان الكلمة ديته وبيقولها كده ومش يتعمل حاجة يا مألوب تعال لقت بسبب كلمة وحديث رسول الله سلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار سبعين خريفة وفي رواية يهو بها في جهنم فالكلمة غير منضبطة ممكن تخلينا نهوي في نار العلاقات المسمومة في الدنيا قبل الاخر وقبل ما اقول لكم شوية اجراءات نعملها خلينا اقول لكم ان ده ليه علاقة بالمحافظة وليه علاقة بالتشدد ولا ليه علاقة باي حاجة ليه علاقة بدراسة الواقع الناس اولادها بتتوجع وهم مش عارفين يحلوا المسألة لانهم معلموش الاولاد انهم يدخلوا في علاقات منضبطة ويكونوا اكثر احتراما واكثر لياقة واكثر محافظة على الاخلاق والقيم لكن هذه الالاقات اللي بيسموها بعض الناس علاقات مفتوحة هي بتفتح الابواب عشان تجيب شر كتير على القلوب وبدل ما القلوب تبقى ملعبة وكل واحد يتلطش احنا محتاجين نربع اولادنا على الانضباط في العلاقات ويعرف ان هو اكيد اذا العلاقة ما كانتش منضبطة ممكن يقع عليه شر وعشان كده اول اجراء شوفوا اول اجراء بعد الكلام احنا اول اجراء قربوا من اولادكم واقبلوهم واسمعوهم وبلاش نعرضوا من قلوبها تتلطش وكمان تتسول في بعض الاحيين بيكون الصاحب والصعبة جاي نتيجة بعد تسول تسول ولد وتسولت البنت فإن اللي حاصل فجي حد لعب معهم لعبة الاحتواء فحصل ما يسمى بالاحتواء البديل ارجوكم شبعوا اولادكم من وجودكم وشبعوا اولادكم من حنانكم واسمعوهم وخلوهم يتكلموا وقدمونهم الرعاية والاهتمام حتى ولو كان الرعاية والاهتمام ان انتوا بس تسمعوهم وقدروهم عشان يفضلوا حسين بوجودهم معاكم لان لو ما حصلش ده هيحصل الاحتواء البديل والاحتواء البديل لانه تكتو ان كتير من الناس وقعوا في التحذير اللي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعون ومن تضيع من تعول ان انت تضيع ان انت تسمعه وتأمنه وتخليك انت المحل اللي ممكن تحتويه تاني حاجة لو عرفنا ان حد من اولادنا في علاقة صحوبية بلاش نتدخل بعنف وبشدة وعدم حكمة لان ده ممكن يصعب الموضوع مش يحله خلينا نسمع ونتفاهم معاهم بحكمة ازاي نضع حدود لهذه العلاقة عشان العلاقة دي ما تتفقمش وهو طبعا يأكد لنا العلاقة تحت السيطرة عن ذكره ان الله سبحانه تعالى قال ونفسنا وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من ذكاها ان احنا مطلوبين ان احنا نذكي نفسنا حتى ولو احنا في اوقات السلامة مش لازم عشان نذكي نفسنا لنكون اللي بيسنا في حيطة لأ نذكي نفسنا على طول الخط وكثير من الناس اللي عملوا العلاقات المتزنة زي ما سيدنا موسى سقى لهما ثم تولى الى الظلم بس يا لبسيطة اللي عايز يساعد حد يساعد حد وما يفتحش الباب ما يوربش الباب يبقى يحنا محتاجين ايه ان احنا نعمل ده تالت حاجة زوده ثقة ولادكم بنفسهم وشجواهم انهم يستثمروا الحاجات الحلوة اللي فيهم وانهم يمرسوا انشطة كتير وهويات وبخاصة الاعمال التطوعية والانشطة دي هتملق لبهم وحتخليهم مش محتاجين يملوا ده بان يروحوا لحد يسمعهم عشان يحسوا بوجودهم كتير من الاولادنا بيروحوا لحد يسمعهم عشان يحسوا انهم موجودين يحسوا انهم مليهم ايمة خلوا اولادكم ولابد الاجراء المهم اللي أنا لازم أقول لكم كل يوم حسس ابنك بكلمة وحسس بنتك بكلمة انهم نعمة انهم نعمة من نعم ربنا مش انهم عب ساعات ما بتحسوش ان انتوا بتقولوا لأولادكم انهم عب لكن ابنك انت هتدفع الفلوس هتدفع الفلوس ليه تقول لأبنك وانت بتدفع له مصاريف المدرسة او انت بتدفع مصاريف وانت بتدفع له مصاريف العلاج او انت بتدفع اي حاجة ليه تقول له انت مش عارف انا جايب الفلوس دي ازاي ليه ابنك يحس ان هو عب فيروح يروح لحد عشان يحس ان هو بيحبه وهو مش عبق عليه انتوا لو حسين بهذا العب شلوه فقلبكم وانتوا خدتوا سوابكم من الله لكن أولادكم محتاجين انهم يحسوا انهم قيمة اضافية في حياتكم يا سادة كلامكم الحلو وان انتوا تحسسوا أولادكم انهم نعمة وان انتوا تحسسوا ان أولادكم ان انتوا في ظهرهم وان انتوا سند ليهم هيقلت العلاقات المسمومة في حياتهم ويخليهم اقرب الى الاتزان خلوا بالكم الابواب المواربة ما بتنشئش شخص متزد الأبواب المواربة بتخلي دايماً الناس في حالة عدم اتزان علموا أولادكم الاتزان وأنهم يقفلوا الأبواب المواربة ويتعلموا الضوابط ويتعلموا المعايير عشان الضوابط والمعايير هي أوسع باب لصحبة الحبيب في عالم وإنك لعلى خلق عظيم وإنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق يا رب العالمين يلهمنا أننا نكون مع أولادنا سند وداعمين لهم ودايماً نكون محتوينهم حتى لا يبحثوا عن احتواء بديل ونكون لهم إلى الله خير دليل يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين